مرحبا أعزائي ومتابعي قناة بلين بعين عربية الآيفون نزل تحديث برقم 1603 هذا التحديث يوفر بعض التحديثات على الآيفون أكثر شيء 14 المشاكل اللي بي وأيضا على أساس أنه المشكلة اللي صارت بالعراق من توقف بعض الحسابات لهواتف الآيفون أيضا عليها هذه المشكلة لكن وجد نظري أنه شركة أبل متقصدة أنه توقف هذه الحسابات الوهمية فالآن مثل ما تشاهدون هنا معلومات عن التحديث فقط اللي كاتبين عن هواتف الآيفون 14 هنا انخفاض مستوى الصوت وتعطل البريد الإلكتروني عند التشغيل في بعض هواتف الآيفون فهذا التحديث نزل لجميع الهواتف أيضا فالآن أنت لازم تحدث التحديث 900 ميجا لازم يكون على شبكة الواي فاي لحد يحدث عن البيانات رجاء رح يصير عند الخطأ لأن البيانات عندكم بطيئة والشيء الثاني لازم يكون الشحن أكثر من 50 فالأفضل أنه يكون شابك على شبكة على الشحن الآن هاي النقطة الأولى شحن واي فاي قبلها التحديث تقريبا 1 جيجا فإحنا اللي نعملها قبل ما نحدث ونكبس على تنزيل وتثبيت راح نروح على نرجع على الإعدادات ننزل على مساحة التخزين لازم يكون عندك هنا بالهواتف القديمة 8 إلى 10 جيجا وبالهواتف الجديدة أقل شي أقل شي 30 جيجا يعني أنا 128 لازم معابر المية حتى المعالج اللي بداخله يشتغل بصورة صحيحة وكل ما يكبر المعالج يعني 256 يحتاج لمساحة أكبر هذا اللي اكتشفته أنا من خلال البحث ماتي فالآن كيف راح نحدث راح ندخل على تحديث التطبيقات ما تلعب بيها راح تروح على تحديث التطبيق التحديثات التلقائية أنا معملها متوقفة فأدخل على هنا تنزيل وتثبيت راح يقول لي ادخل رمز الدخول رمز الدخول لازم تعرفه واثنين الأبل أدريس مالتك لازم تعرفه وكلمة السر تكتبهم على ورقة والأفضل إذا عندك هاتف آيفون قديم أنه تخليه بالأبل أدريس حتى إذا واحد قفل تقدر مو واحدة شغلة للثاني وبالنسبة للعراقيين اللي عندهم هذا الكارتات اللي يشتروها بها الأبل أدريس راح أعملكم حلقة كيف راح تبدلون إلى أدريس جديد أبل أدريس جديد بس إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة لأن اشتريت لكم رقم حتى أعملكم عليه فالآن راح ندخل ندخل رمز الدخول ودائما الأبل أدريس مالتكم حطوا بورقة الآن استخدام البيانة الخلوية أبد لحد يستخدمها تكبسون على أدم استخدام البيانة الخلوية والآن راح يجيك التحديث ورح يبقى شوفوا مثل ما تشاهدون تم طلب التحديث التحديث راح يبقى مثل ساعة أو ساعتين إلى أن يحدث دائما هذا التحديث إصلاحات لبعض الأخطاء أو تحديثات أمنية فهذا كله للآيفون 14 أكثر شيء هذا اللي حبيت أشرح لكم هي هاي الطريقة الصحيحة للتحديث قبل ما أنهي أتمنى من كل شخص يدخل لإنسى دعم قناتي برلين بعين عربية باشتراك ولايك ويفعل زر الجرس حتى يوصل كل شيء جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا مع السلامة أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبوها بالرسائل طبعا اللي يسألني مرات كثير أحدث لو ما أحدث لا أخوي أحدث سواء بي مشاكل أو ما بي مشاكل أنت مجبور يتحدث لأنه هاي شركة ما تخليه ثلاث مرات أربع مرات رح يصير عندك خطأ والخطأ الثاني لازم يكون عندك مساحة كبيرة أهم شيء المساحة إشقدة كبيرة إشقدة الآيفون يرتاح وما تصير عندك مشاكل شكرا لكم مرة ثانية الآن رح يجي التحديث عادي ما فيه أي مشكلة مع السلامة شكرا لكم